تجربة انكسار الضوء هدف التجربة وصف انحناء الضوء عند انتقاله عبر مواد مختلفة الكثافة أدوات التجربة دورقان زجاجيان قلمان رصاص ماء زين خطوات التجربة املأ الدورق الاول بالماء املأ الدورق الثاني بالماء الى منتصفه والباقي بالزين اشتركوا في القناة ضع القلم في كل دورة بصورة مائلة قارن انكسار القلم في السائلين صف شكل القلم عند النظر اليه من جوانب مختلفة صف شكل القلم عند النظر اليه من اعلى بشكل مستقيم حدد علاقة كثافة السائل باختلاف مقدار الانكسار حدد علاقة زاوية صفوط الشعاع الضوئي على السائل من غدار الانكسار نتائج التجربة يظهر القلم اكثر انكسارا في الدورق الثاني عند تدوير الدورق يختفي الانكسار الذي يبدو على القلم عند النظر الى الدورق بخط مستقيم يعتمد مقدار الانكسار على كثافة السائل وزاوية صفوط الشعاع عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر